يبدو أن معركة جيش الاحتلال التركي نحو مدينة عفرين الواقعة بريف حلب الشمالي الغربي والخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب أضحى تقاب قوسين أو أدنى من البدء بشكل فعلي بعد أن أتمت الاستعدادات التركية جوانبها وتأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات ضد وحدات حماية الشعب في عفرين يمكن أن تبدأ في أي لحظة وكالة الأناضول التركية أفادت بأن رتلا عسكريا جديدا مؤلفا من عشرين آلية وصل أمس الاثنين إلى قضاء قيز التابة في ولاية ماردين جنوبي البلاد في طريقه إلى ولاية شانلي أورفا لينضم إلى باقي التعزيزات الأخرى المتاخمة للحدود مع سوريا وميدانيا أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المدفعية التركية قصفت منطقتين قسطل وديقمداش ومناطق أخرى من عفرين تسببت في وقوع أضرار مادية لحقت بالممتلكات الخاصة تزامنا مع تحليق لطائرات تركية في سماء عفرين في الأثناء دعت وزارة الدفاع الأمريكية كل الأطراف إلى التهديئة على الحدود التركية السورية وأكد البنتاجون في الوقت ذاته إنه يأخذ في الاعتبار قلق أنقر إزاء حزب العمال الكردستاني وتأتي استعدادات الجيش التركي لعملية عسكرية محتملة ضد وحدات حماية الشعب وهي المكون الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية في ظل صخط تركي على التحالف الدولي ضد داعش بقيادة أمريكا عقب إعلانه الشروع في تشكيل قوة ستضم 30 ألف مسلح بقيادة القوات الديمقراطية